ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهناج دلوقتي موضوع بيشغل كل الناس في الفترة الأخيرة وهو اختفاء بعض أصناف الأدوية من السوق وخاصة المستوردة وجهود الدولة وشركات الأدوية المحلية في حل هذه الأزمة وده في ظل توقع انفراجة في الملف ده خلال الفترة اللي جاية هيكلمنا أكتر عن الجهود دي الدكتور جمال اللي في رئيس غرفة صناعة الأدوية أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا سهلا شايماء والأهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين أهلا بحضرتك دكتور جمال طبعا حضرتك عارف أن في الفترة الأخيرة دي في بعض نقص لبعض أصناف الأدوية عايزيني يعرف من حضرتك إيه هو سبب نقص الأدوية أولا بسم الله الرحمن الرحيم القطاع الدوائي ومصر كلها احنا تعرضنا لفترة كان فيها نقص في الدولار وفي العملات الحرة لفترة بتصل إلى 14 شهر تقريبا وده أدى إلى أنه التخليص على الشحنات اللي جاية من الخارج ما كانش بيتم بالريت المعقول والمصبوط ده أدى إلى نقص في الخمات ونقص في الأدوية المستوردة الموضوع ده انتهى تقريبا في حوالي أرب بداية شهر مارس الماضي ابتدت يبقى فيه توفر للدولار ابتدت الشركات تعمل إنهاء لإجراءات التخليص على الشحنات وابتدنا فعلا نستورد الخمات ونستورد الأدوية ودلوقتي المصانع الحياة شغالة على أعلى طاقة لها وإن شاء الله بأطمن حضرتك والسادة المستمعين والمشاهدين إنه هذه الأزمة فيه أو النوافذ بتنتهي فيه بنهايات شهر 8 بإذن الله إن شاء الله على أقل 80% منها دي هتتحل هذه المشكلة بإذن الله دكتور جميل هل المشكلة عندنا هتنحصر فيه الأدوية المستوردة ولا المحلية كمان لأن كمان بعض الأصناف المحلية مش موجودة ما زي ما شرحت أنا قلت إيه إن فيه نقص فيه الخمات كان فيه نقص في الخمات وأيضا نقص في الأدوية المستوردة الخمات يعني الأدوية المحلية المنتجة المحلية والمستوردة المستوردة فده كله الحمد لله في طريقه للحل بنهاية شهر 8 دي نمرة واحد نمرة اتنين أيضا كان فيه إحنا القطاع تعرض لارتفاع في التكاليف من جميع النواحي وجدت عملية الـ devaluation وده حصل فيه إنه حوالي تقريبا 65% من قيمة الجنيه نزلت أيضا الـ interest rate على القروض وده فيه شركة في مصر بتعمل بدون القروض أو تقريبا 99% من الشركات أيضا الإنفليشن اللي حصل وكان لازم إن الشركات تستجيب لدوت وتعلي رواتب الموظفين والعملين لديها علشان يقدر أنهم يتوجبوا مع تكاليف الحياة ده كله أدى إلى ارتفاع التكلفة أيضا الشحن وتكاليف الشحن والتأمين على الشحن وخاصة مع ده اللي بيحصل فيه البحر الأحمر والفترات الطويلة لأن الشحنات بتطر أن هي تيجي بطرق أخرى غير طرية البحر الأحمر ده كله أدى إلى ارتفاع تكاليف اللحية التانية الدولة الحقيقة كانت حريصة إن هي لما حصل التعويم أنا بأعلنها قدام الناس كلها دلوقتي بدءا من رئيس الجمهورية ده سيادة الرئيس ورئيس الوزراء وكل رئيس هيئة الدواء وكل الوزراء ووزير الصحة والمسؤولين كلهم حقيقة أخذوا أكتر من شهرين لأنه إحنا عندنا في بصر هنا سعر الدواء مرتبط بالإنسان وفيه مش بس عامل اقتصادي ولكنه عامل اجتماعي وعامل لأنه عارفين إن الدواء ده سلعة أساسية ومهمة والإنسان ما بيختروش ولا بيقرر إنه يشتري دواء زي الأكل والشرب واللبس والصفر والمتعة يضطر إنه هو بيفرض عليه الدواء فعشان كده هو مش مخير فيه فعشان كده فيه عامل اجتماعي هل معنى كلاب حضرتك إن أسعار الأدوية هترتفع الفترة اللي جاية؟ بصي إيه وفيه هيئة الدواء موجود لديها آلية لهذا الموضوع إنه لما بيحصل التحرك فيه التكلفة أيضا الشركات بتتقدم لهيئة الدواء وهيئة الدواء بتدرس وبتشوف الصنف اللي هو فعلا محتاج إنه هو يتحرك سعر وبيحركوه الهدف الأساسي إيه؟ هو إن يستمر توافر الدواء في السوق علشان ما فيش إنسان يحتاج دواء ما يلاقوهش في مصر وده الهدفنا الأسمى وهدف الدولة وهدف عدة الدواء وهدف الغرفة أيضا أنا كرئيس غرفة بقول دواء إن إحنا أيضا بهدفنا إن إحنا يبقى دايما الدواء متوافد لأنه أنا هضرب مثلا لو دواء بتلاتين جنيه هيتحرك سعره عشان بقول خمسين في المية أو خمسة واربعين أفضل ولا إن أنا ما لقهوش واضطر استورده بمئتين جنيه نفس الوضع ده فاللابد إن يكون الهيئة بتوازن والدولة ورئاسة الوزراء بيوازنه ما بين تكلفة الدواء وسعره واستمرارية المصنع اللي بيسمناه أو المستورد اللي بيستورده وأيضا الهياكل الاقتصادية للمصانع الموجودة في مصر عشان تفضل مستمرة وتفضل إنها تؤدي دورها وتفضل إنها فتحة بيوت الناس اللي شغالة فيها يعني إحنا كده بمتكلم إن بنسبة كبيرة جدا هتزيد هترتفع أسعار الأدوان هيحصل التحريك لضبط الأسعار نسبة يا دكتور قديم نسبة الزيادة هتكون بتختلف من صنف الصنف على حسب زي ما شرحت لك كده الدواء اللي محتاج عشان يبقى موجود الهيئة الدواء بتدرس هناك على التكلفة التكلفة المثبتة عندها مش اللي التكلفة اللي جاء من المصانع لا الهيئة الدواء عندها يمكن قطاع الدواء هو أكتر قطاع شغال بترانسبرانسي وبوضوح وشفافية وعليه ميكروسكوب بيستورد خامة معروف سعرها كام بيستورد مواد تغليل معروف سعره كام تكلفة القهراء كام تكلفة العمالة كام كل حاجة معروفة الهيئة بتدرس وبتشوف ده محتاج يزيد 10 ده محتاج يزيد 20 ده محتاج يزيد 30 وهكذا فما فيش صنف زي التاني دكتور جمال يعني نقدر نقول ايه التحديات اللي بتواجه صنوعة الأدوية في مصر طبعا غير اللي حضرتك اتكلمت عنه يعني هي تحديات في الأول وفي الأخر تحديات بتخص المادة أو الفلوس عايزة عرف ايه التحديات الأخرى اللي بتواجه صنوعة الأدوية في مصر والله احنا عندنا بعض التحديات وده قابلنا معاني الوزير الفريق كامل الوزيري ووزير النقل والصناعة الجديد والحقيقة هو احنا حرجنا متفائلين جدا بعد هذا اللقاء لان احنا في الأول وفي الأخر صناعة وبيبقى عندنا حاجة كثيرة مرتبطة بهاية التنمية الصناعية وبزارة الصناعة والحقيقة هو سياد توعد ان هو هيحل كل التحديات ديت ايضا بيبقى في تحديات مع الضرائب في تحديات مع الأراضي مع القهربة مع التسجيلات في هيئة الدواء مع التسعير وده مهم جدا لانه زي بقولك احنا السعر بيحكمه عامل اجتماعي مش بس عامل حسابي ومادي فقط واقتصادي فدي كلها تحديات ايضا احنا من الحاجات المهمة لنا ان احنا عايزين احنا الصناعة في مصر من الف تسعمية تسعة وتلاتين فان حوالي خمسة وتمانين سنة عندنا خبرات في صناعة الدواء في مصر عندنا مية وسبعين مصنع شغال بالوقت احنا بنغطي حوالي واحد وتسعين ونص من احتياج الدواء في مصر بالوحدات قلب ضغط سكر نفسية وعصبية ده كله منتج مصري تام الانتاج المحلي زي ما اكيد حقيقة عارفة اضع على فيروس سي في مصر والحمد لله سيد الرئيس يستلم شهادة داخلوه مصري من الفيروس سي من الـ WHO هاية الصحة العالمية كل دوت موجود في مصر هنا فاحنا من التحديات اللي قدامنا اللي هي حاجات مع وزارة الصناعة حاجات مع المالية حاجات مع القهربة حاجات مع هيدواء كل ده بنتعاون فيه مع كل الوزارات وكل الحقيقة الوزارة الجديدة متفائلين بها جدا وان شاء الله يحصل حل اللي ده كله بإذن الله دكتور جمال حضرتك يعني اثرت نقطة التسعير وهي مشكلة الحقيقة انها مش قليلة خالص يمكن يعني من ابرز التحديات اللي بتواجه صناعة الادوية موضوع التسعير وان في بعض الشركات الكبيرة بتقول ان التسعير في مصر مش موازي لحجم التكلفة بتاعت المنتج عايز اعرف من حضرتك يعني ايه المطلوب بالزبط من الدولة علشان يتم ضبط التسعير وشايف حضرتك الموضوع رايح لغاية فين هي مشكلتنا ان احنا بنستورد تقريبا 95% من مدخلات الدولة فالتسعير مرتبط جدا 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 بسعر صرف الدولار لان احنا بنستورد بالعملة بالدولار او باليورو فكل ما بيتحرك سعر الدولار كل ما التكلفة بتعلق كل ما بيتتالي محتاج السعر يتحرك اوه على اساس ان هو يبقى فيه مرونة وفيه شفافية ده اللي مطلوب وده اللي اللي شغالين عليه دلوقتي وده اللي اللي هيا شغال عليه وده اللي هيا بتقيمه وبتعمل او بتحديد سعر الصرف هل ساهم في يعني حل المشكلة نسبيا لما وصل لتسع واربعين وخمسين وكده هو ما حلهاش حلها ازاي ده هو زودها لان بقى يعني انا يوم خمسة تلاتة لو كان عندي شحنات في الميناء بمليون دولار كنت مجهز لهم واحد وثلاثين مليون جنيه مصري يوم ستة تلاتة بقيت مطولة بان انا جهز خمسين مليون جنيه مصري وانا في الاول في الاخر ببيع بالجنيه المصري فانا محتاج ان انا اعلي هذا الواحد وثلاثين على اللي يوصل للخمسين مش كده قال ليه صح اه المطلوب علشان يتم يعني ايه المطلوب من الحكومة للتعاون مع الجهات اللي بتختص بصناعة الادوية علشان يتم ضبط السعر بما يتناسب مع الجمهور ويتناسب مع كمان شركات الادوية انها ما تكونش في مقزك او تكون بتخسر هو زي ما قلنا كده وده الهيئة بتقوم بي دلوقتي ودولة رئيس الوزراء متفهم جدا للنطا ديات انه يبقى فيه دايما اعادة نظر في السعر كلما حدث تغير في سعر السعر او بالتكلفة عموما احنا عندنا عناصر التكلفة عبارة عن خمات ومواد تغليف ودول جايين بالاسترات عمالة وده لابد ان احنا نتزود عشان الانفليشن اللي حاصل نقل وشحن وتأمين ده موجود ايضا فيه نقطة مهمة جدا وهي القروض اللي حصلت من تمانية في المية لتلاتين في المية ده كله ايضا تكلفة عالية فاحنا مطلوب من وده قريدي الحقيقة هم بيعملوه دلوقتي ان هم بينظروا يشوفوا تأثير التكلفة دي على السعر ايه وبتدي يتحركوا معها لانه الهدف الاسمى زي ما قلنا انه يتم توفير الدواء بصفة مستمر طيب بالنسبة ليه يعني مطالب الشركات ومصانع على الادوية ليه يعني الكروض طبعا يعني فيه فجوة يمكن طبعا زي ما حضرتك اتكلمت ان فيه فجوة حصلت لما تم تحديد سعر الصرف فيه فجوة حصلت وقبلها كمان كان برضو فيه فجوة كبيرة لان ما كانش قروضي الدولار اصلا متوفر طيب المطلوب من شركات الادوية ومصانع الادوية بالنسبة للقروض بالزبط دي نقطة مهمة جدا واشكرك انك اثرتيها برضو هارجع تاني اضرب المثل 5-3 لو كان المصنع بيمشي حاله في الشهر مثلا بـ 10 مليون جنيه 6-3 بقى اصبح مطالب من هو 10 مليون دول يبقوا 16 او 17 مليون جنيه في الشهر اصبح ان محتاجين زيادة رفع الحد الاعلى للقروض من البنوك او سواء كان قرد قصير الاجل او قرد ايه ايه اووردرافت اللي هو بيبقى بضمان شكات واوراق تحصيل يرتفع بنفس النسبة تقريبا الـ 70 او 80 او 100% اه وهنا بيجي بقى دور ادارة المالية وده انا بطالب بيه ايضا اه في بردامجيك انه يبقى فيه اه اه تمويل بفايدة ريلاكست شوية بفايدة اقل من السائدة دلوقتي اللي هي في حدود 30% لشركات الادوية لانه شركات الادوية او الدواء هو السلعة الوحيدة المسعارة جبريا وغير مدعومة بعيد تاني محتاجين الدواء السلعة الوحيدة المسعارة جبريا وغير مدعومة يعني ايه يعني المصنع ليس من حقه انه هو يبتدي يحرك سعر ولو ببوينت او 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 من الجنيه ما يدرش يحركه لانه سعر جبري ماضي عليه وهي تدوى اصدريته ما يدرش انه هو يتغيره ابدا وفي نفس الوقت التكلفة بتعلى فالسعر سابت وتكلفة بتعلى هنا لابد يبقى فيه دعم بقى من الدولة لهذه الصناعة لانه مصعر فريلي انا مصعر براحتي ساعتها التكلفة بتعلى هنعلد السعر براحتنا لكنها ده مش حصل عندنا صناعة الادوية محتاجة مبادرة من البنك المركزي؟ لا مش البنك المركزي دلوقتي نبقاش البنك المركزي بقى من نظرة المالية مبادرة تمويلية لحاجات كتيرة في الصناعة لان الصناعة كمان صناعة الده ومن الصناعات اللي مطلوب تطويرها باستمرار لان احنا بنتعامل مع دواء للانسان وللحيوان ايضا فمحتاجين ان الانسان والحيوان محتاجين دايما ان يبقى فيه تطوير ويبقى فيه تغيير فيه تطوير في قواعد التصنيع الجيد واذا بيحتاج تكلفة عالية جدا على المصارف نقدر نقول مثلا الفايدة اللي هتكون مناسبة بالنسبة لصناعة الادوية 5% 5% نعم ترجع مبادرة 5% للصناعة ايوة للصناعة الدواء صناعة الدواء وايضا ونقطة مهمة جدا وهي احنا زي ما قلتلك من 39 عندنا صناعة الدواء عندنا 70 مصنع عندنا طاقة انتاجية تنتج 8 مليار وحدة احنا استهلاكنا حوالي 4 وشوية يعني عندنا حوالي 4 مليار ممكن احنا نصدرهم ولكن للأسف التصدير بتاعنا قليل جدا 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 لا يتناسب مع حجم الصناعة وحجم الخبرات وعراقة القطاعة ايه الاسباب 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 ان احنا محتاجين مبادرات تمولية من هيئة من بزارة المالية واحد لتأهيل المصانع المصرية عشان تاخد شهادات الجودة العالمية اتنين تسجيل المصانع المصرية بعد التأهيل في البلاد الراغبين انها هنصدر اليها تلاتة تسجيل الأدوية المصرية في هذه المصرية التلاتة حاجات دول بيتكلفوا على المصنع الواحد تقريبا في حدود الـ 500 ألف دولار لـ 750 ألف دولار ده محتاجين مبادرة تمولية من ودارة المالية ان هي تأديهم للمصانع بفايدة 5% ده يبقى كويس جدا وهيحقق رؤية الدولة لـ 2030 في رفع التصدير وايضا هيقلل الفطورة الاسترادية دكتور جميل خلينا نتكلم في سيناريو ان تم عمل مبادرة 5% لصناعة الأدوية كلمنا وقتها عن فرص نمو صناعة الأدوية والوقت اللي هيكون متبع علشان يحصل تطوير ونقدر نصدر لبرة لجذب العملات الخارجية من الخارج احنا عندنا دلوقتي كده نفش على موضوع التوطين لانه احنا ما عندناش صناعة خامات تقريبا في مصر وده أمن قومي ولابد ان يتم الدخول في هذا المجال وتأمين صناعة الخامات في مصر للسوق المصري وللتصدير ايضا وده مهم جدا ماينفعش يتعمل مصنع خامات في مصر فقط للسوق المصري لابد ان يكون للسوق المصري وعلى اقل 50% من الانتاج تصدر يصدر ليه الخارج ايضا صناعة الأدوية الاورام ايضا صناعة أدوية المناعة البيوتكنولوجي برودكتس البيوتكنولوجي برودكتس الجديدة كل ده قلبن الأطفال أدوية التخدير دي كلها مهمة جدا ان تم صناعة وصناعة انا قلتلك قبل كده ان احنا عندنا الانتاج المحلي بيغطي 92 او 91% من الاحتياج السوق الباقي ده 8 او 9% ده كله بالوحدات الباقي الـ 8 او 9% تقريبا بالفاليو حوالي من 30 ل 35% بمعنى انه الـ 9% بتساوي 35% بالفاليو يعني سعر الوحدة في المستوردة اربع اضعاف سعر الوحدة المحلية فانا لما اوطن هذه الصناعة في مصر بقلل الضغط على الدولار وعلى الفاتورة الاسترادية وبالعكس بزود التصدير لانا هنصنع هذه الادوية لمصر ونصدر منها ايضا الوقت لو بتسألي عن الوقت فيه قلال من 3 ل 5 سنوات نقدر ان احنا نعدل ونحقق الرؤية بتاعتنا كصناعة في 20-30 ان احنا نصل بالتصدير بتاعنا لـ 5 مليار دولار ان شاء الله في 20-30 لو ده تحق تلمنا عن حجم صناعة الادوية يعني من الاقتصاد القومي واخد نسبة قد ايه صناعة الادوية هقول لحضرتك حاجة احنا القطاع دوت بيشتغل فيه حوالي دايريكت وان دايريكت حوالي 2.5 مليون بني ادم مصري لو قلنا كل واحد من دول عنده اسرة مكونة من خمسة يعني احنا بنتكلم على تقريبا حوالي 14-15 مليون مصري معتمدين على هذا القطاع يعني بتكلمي في 15-17% من المصريين معتمدين على هذا القطاع دا نمر واحد القطاع استهلاكه في السنة تقريبا السنة دي هيصل ليه 200 مليار جنيه مصري 200 مليار جنيه مصري بننتج نقدر ننتج 8 مليار وحدة بنستهلك حوالي 4.2 من 10 مليار وحدة وعندنا سبير كباستي او طاقة غير مستغلة ممكن نستغلها ان احنا نصدر ل3.2 من 10 مليار بكلها الارقام بتمثل حاجة جيدة من الاقتصاد وايضا بيمثل القطاع من القطاع الواعد ان هو نمر واحد ينمو اكتر يحصل توطين للحاجات اللي قلنا عليها مؤد خام وادوية اورام وادوية تخدير وادوية المناعة والالبان اطفال وايضا ان هو يصدر وايضا من الحاجات المهمة جدا واعد لجذب الاستثمارات لانه السوق المصري من الاسواق القليلة جدا في العالم اللي بتنمو سنويا دابل ديجيت يعني من 10% وطالع كل سنة بينمو وده مش هتلاقيه في اي اسواق في يوروب او في اسيا او في امريكا حد دكتور جمال احنا عندنا كم مصنع في مصر شغال مصنع لتصنع الادوية مصنع دلوقت شغال وحوالي 40 مصنع تحت الانشاء دكتور جمال عايزين نتكلم على دور الغرفة في حل مشكلات شركات الادوية ومصنعي الادوية في مصر والتواصل باهم الغرفة امبريلا فيها حوالي 1600 عضو بوقتي لان الغرفة مش بس شركات الادوية الغرفة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمستحضرات البيطرية والفود سابلمنت او مكملات الغذائية فيها حوالي 1600 عضو هي الامبريلا اللي ايه اي شركة بتبقى عندها مشكلة تتواصل مع الغرفة بنقدر احنا نتواصل مع اي جهة رسمية او وزارة او هيئة ونحاول نحل هذه المشكلة كلمنا عن مدينة الادوية مصنع جبته للادوية مصنع كبير مصنع واعد مصنع الحقيقة مجهز على اعلى درجة من التجهيزات الماكينات الموجودة فيه من اعلى الماكينات تكنولوجي عالي جدا عندهم خبرات جيدة وان شاء الله هيكون اضافة قوية واصبح اضافة قوية للقطاع وايضا من الحاجات المهمة جدا ان هما دلوقتي بيوقع عقود مع الشركات الاجنبية انها تصنع منتجاتها هنا ومن هذا الانتاج يتم تصديره وده اللي احنا عايزينه احنا بنعلي التصدير وبنقلل الاستراض فده الحقيقة اضافة جيدة هل العقود دي بتقدر تنقل التكنولوجيا؟ طبعا وهو عشان يصنع هنا بين التكنولوجيا وبيشغل ناس وبيعلم المصريين للحياة جديدة دكتور جمال عايزين نتكلم عن ما يحتاجه لصنوعة الادوية خلال الفترة اللي جاية يعني احنا عايزين نلخص لسبق المشاهدين طبعا احنا استعرضنا سبب نقص الادوية والمشكلات يعني نقدر نقول التحدي الاكبر في الادوية المستوردة نقدر نوفر منها قد ايه الفترة اللي جاية والادوية كمان المحلية وكمان يعني نقص الادوية رايح ايه بالزبط الادوية اللي نقصة في السوق وهيكون فيها مشكلة الفترة اللي جاية يعني مثل مثلا حضرتك عندك ادوية الضغط والسكر والحاجات دي امراض مزمنة ويمكن نسبة كبيرة جدا من المصريين يعني بيحتاجوها فعايزة حضرتك تطمن المشاهدين انا عايزة تطمن حضرتك والمشاهدين كلهم قول هي امتى احنا كان عندنا نارسة ادوية يا دي ظاهرة من ثلاثة اربع شهور فقط وده ان شاء الله هينتهي قريبا وقلنا اسبابه اسبابه نقص الدولار اللي كان حاصل لمدة 14 شفر نقص الخمات نقص الاستراد وبالتالي ما كانش في ادوية دلوقتي يقول المشاهد دي اتحلت يعني طالما الاسباب اتحلت ايه بقى المشكلة في طريقها للحل وده زي ما قلنا ان شاء الله بنهاية شهر 8 يكون 80-90% من المشكلة دي محلولة باذن الله ده نمرة واحد نمرة اتنين اي مستثمر في اي صناعة مش بس دوا محتاج التوقعية ان انا هاجي استثمر في مصر هعمل مشروع هيكلفني كذا ده انا عارف كمستثمر بس عايز اعرف بقى من ناحية التانية هبيع بكام هصعر بايه اه القوانين والقرارات سابتة ولا متغيرة علشان اقدر ان انا استمر ويبقى عم ابني قطة بيزنس بلان على خمس سنين او عشر سنين ساعتها يبقى الامور واضحة بالنسبة للمستثمر ده طلب مهم جدا انا بتوجه به لدورة رئيس الوزراء ان احنا نعمل على هذا لكل الوزراء لانه فيه الوزراء كتير متدخلة في هذا الموضوع انه يبقى فيه توقعية لأي مستثمر يجي فيه عندنا دلوقتي وزير السمار واكيد سيادته هو فاهم الحتة ديات وهيعمل عليها ان اي مستثمر سواء محلي او سواء كاريجي عايز يعرف بالله انا لو ابتديت المشروع ده هاخد وقت فيه قد ايه سواء في تسجيل لهو ادوية تسجيل ادوية تسعير ادوية المناقصات هتعامل معها ازاي التصديل هتعامل معها ازاي الاستراد في الخمات وهو الاخر هتعامل معها ازاي يبقى الامور دي كلها واضحة عشان يقدر يبني البلان بتاعت الخطة بتاعتها فده مهم جدا ان شاء الله دكتور جمال اتمنى اتتم حل هذه المشكلات اللي بتواجه صناعة الادوية خاصة وان يعني عندنا نمازج مشرفة جدا للاطباء المصريين واللي يعني بتغزو العالم للأسف يعني محتاجين انها تعمر في مصر وتفضل يعني الكوادر الطبية موجودة في مصر طبعا عندنا احنا القطاع الصحي في مصر سواء طبي او سيضالي الحقيقة من القطاعات القوية جدا وانا لسه قاري حاجة احنا عندنا دلوقتي في انجلترا يمكن وصلنا لحوالي خمس تلاف طبيب شغالين في القطاع الصحي في انجلترا دلوقتي من المصريين من الحاجات الرائعة اللي لازم نذكرها برضو ونقولها للشعب المصري انه الدواء المصري هو اللي قضى على فيروسي في مصر وده كان مشكلة بتؤرق الدولة وتؤرق المواطنين وبتمنعهم عن العمل خارج مصر وهو الاكرو الحمد لله ادلنا ان احنا نقضى عليها بدواء مية في المية مصنعة في مصر ايضا في اثناء جائحة كورونا كل الادوية مش الباكسين كل الادوية اللي تم العلاج بيها ادوية مصنعة في مصر انتو كنتو بتشوفو على التلفزيونات والازاعات والمجلات انه دايما بيبقى فيه نواقص فيه اكل وشرب وادوية في امريكا واوروبا والاخر الحمد لله احنا في مصر ده ما تعرضناش ليه لانه كان كل الشركات الوطنية اللي عاملها في كل المجالات بتعمل على انه ما يحصلش نقص لهذه المستحضرات الاساسية دكتور جمال انا بشكر حضرتك على تشريفك لنا النهاردة شكرا جزيلا لحضور حضرتك اشكري شكرا وكمان بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على متابعتكم لحلقتنا النهاردة وان شاء الله دايما هنكون بنقدم لكم كل جديد في قطاع الاقتصاد شكرا جزيلا كنت معكم شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا